السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحبة الكرام احييكم جميعا بتحية اهل الجنة وتحية اهل الجنة السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سوف نتحدث عن سورتين عظيمتين في القرآن الكريم هما سلاح لكل مؤمن من اراد ان يحفظه الله تعالى من العين واراد ان يحفظه من الحسد واراد ان يحفظه من الوسواس الخناس واراد ان يحفظه من السحر ومن كيد الكائدين وظلم الظالمين عليك ايها المؤمن ان تتسلح سلاح عظيم لا يقهر انهما سورتان عظيمتان في كتاب الله عز وجل وتسميان بالمعودتين فما هما المعودتان ولماذا سميتا بالمعودتين وكيف وقع ان انزلهم الله عز وجل وما فضلهما وكيف يمكن ان نستفيد منهما ثم ما اثرهما على نفسنا وعلى حياتنا المعودتين هما سورة الفلق وسورة الناس يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل عود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل عود برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم هتين السورتين العظيمتين هما المعودتان سورة الفلق وسورة الناس سلاح لكل مؤمن من كيد الكائدين ومن سحر الساحرين ومن عين العائنين ومن ظلم الظالمين قال عنهما النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قل هو الله احد والمعودتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء وصفة نبوية لمن اراد الحياة الهنية لمن تعترضه في حياته اليومية مشاكل وهموم وموانع وظلمات اذا اردت ان تكون في كنف الله اذا اردت ان تكون في حفظ الله اذا اردت ان تكون في رعاية الله بكل بساطة بكل بساطة اعود برب الفلق وقل اعود برب الناس هاتين الصورتين صغيرتي الحجم عظيمتي القدر من احب الصور الى الله جل جلاله ما معنهما صورة الفلق هي استعادة من الشرور الخارجية الانسان ما الذي يهدده الشر نوعين هناك شر خارجي وهناك شر داخلي صورة الفلق خاصة انها تواجه الشرور الخارجية في حين ان صورة الناس تواجه الشرور الداخلية الشرور الخارجية تكون اذا اظلم الليل واذا غاب القمر هذين الوقتين مضمنة لكثرة الشرور والساحرات التي ينفخن في عقد السحر وانتشار الحسد بين الخلق الفرق الليل اما الناس هذه الصورة هي تحفظنا من الشرور الداخلية من الوسواس وهو القريم الذي في انفسنا بالداخل وتحمينا من النفس الامارة بالسوء اذا وقعت لنا غفلة الشرور الداخلية هي اشد من الخارجية لان الشر الخارجية ممكن تبتعد عنها لكن الشرور الداخلية ملازمة لك لا تنفك عنك ابدا لهذا نستعين ونستعيد بالله مرة واحدة في سوط الفلق نقول اعود برب الفلق مرة واحدة من شر ما خلق ومن شر غسق اذا وقب الى اخره لكن حينما يتعلق الامر بالناس فاننا نستعين ثلاث مرات في الناس قل اعود برب الناس ملك الناس اله الناس ثلاث مرات لماذا؟ لان الشرور الداخلية في انفسنا بالداخل هي اعظم واقوى من الشرور الخارجية قد تصاب بالعين والحسد والسحر والكيد هذا امر خارجي ممكن تتوقع لكن عينما يكون الشر يسكنك انت بالداخل في قلبك في نفسك في صدرك هذا من اصعب الامور فمن لازم قراءة المعودتين في الصباح والمساء يوقى باذن الله من جميع الشرور الخارجية والداخلية ومن عرف هذا المعنى سوف تتغير حياتك ان شاء الله اجمل وابسط طريقة للتغيير النفسي ولكي ان تنظر الى الحياة بصورة جميلة جدابة وتشعر بطيبوبتها وحلاوتها ما عليك الا ان تشعر بالامان وان تقرأ المعودتين السؤال الذي يطرح نفسه ما سبب نزول هذه الصورتين هاتين الصورتين نزلتا كما يذكر عموم المفسرين من علماء هذه الامة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للاذى كثيرا من طرف كفار قريش ارادوا ان يغتالوه والسقوا به التهم الباطلة قالوا كذاب وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا يريد الملك وفعلوا به ما يشاءون حتى انهم ادوه وضربوه وضربوا من معه بل وطردوه من مكة فوقعت الهجرة الى المدينة ومع ذلك بقى الاعداء يناورون من اجل اداية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الاعداء لا يفترون دائما يفكرون كيف يقضون عليك انت في بيتك تغلق عليك بابك وهم يفكرون كيف يلحقون بك الاذى انت وانا مسطاء فما ظنك بالنبي المصطفى خير خلق الله لم يوقروه فارادوا ان يصلوا اليه بجميع الطرق فكروا بان احسن طريقة للوصول اليه هي عن طريقة السحر فذهبوا عند ساحر معروف عند بني اسرائيل يهودي اسمه لبيد ابن الاعصم هو من بني زريق وهذا الرجل كانت عنده بنات يساعدنه في سمع وصفات للسحر كيف يفرق بين المرء وزوجه كيف يعطيك سحر الاوهام كيف يؤثر عليك بالبوار في التجارة وفي زواج البنات يؤثر عليك في تعكير المزاج يعطل مشاريعك عنده قدرة غريبة طبعا يستعين بالشياطين وعنده بنات اثنى عشر بنت تساعده في وضع هذه الوصفات فجاءوا اليه وقالوا يا لبيد ابن الاعصم ايها اليهودي هل لا ساعدتنا لكي نؤدي محمدا محمد لم نستطع نقضي عليه هل عندكم انتم يا بني اسرائيل يا معشر يهود واصفل القضاء عليه قال طبعا نحن من اتباع نبي الله موسى الكليم وكان معه السحرة فقال قالوا له اذا افعل به ما نريد وسوف نعطيك من المال ما تشاء بدأ هذا اليهودي لبيد من الاعصم يبحث عن طريقة كيف يصل الى بقايا من جسم النبي الكريم لابد السحر ان يحصل على بقايا من جسمك اما ملابس داخلية اما صور الفوتوغرافية كما هي الان واما بقايا من الشعر او الاضافر او غير ذلك واتفق ان هناك بعض اليهود كانوا في علاقة ودية مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يهود كان النبي الكريم يحاورهم ويحاورونه وكان يستعين بهم ويستعينون به وكان من بينهم غلام غلام يخدم النبي الكريم يأتيه بالشراب يأتيه بالطعام يدخل الى بيته هذا الغلام قالوا علينا ان نستثمر ونستغل تواجد هذا الغلام اليهودي في بيت النبوة فاغروه خد ما تشاء من المال نطلب منك ان تأتينا بمشاطة النبي صلى الله عليه وسلم المشطة بغنى منك جبنا غير المشطة ديال الرسل هذا الغلام وهو صبي كان يدخل الى بيت النبي وكان النبي الكريم يعمله برقة ورغم انه اختلاف في الدين لكن النبي الكريم يقول لكم دينكم ولي دين فوقعت يده على مشاطة النبي صلى الله عليه وسلم وعدة اسنانها هي تقريبا اثنى عشر عدة واخذها هذا اليهودي ووضع فيها لابد بن الاعصم وضع فيها ترانيم وتقوس سحرية ثم دسها في بئر مهجورة بئر مخفية احنا كان سموها الروضة المنسية هم خاضوا بئر مهجورة هي يقال لها ذروان ما ان وقع الذي وقع حتى اصاب النبي صلى الله عليه وسلم تغير بدأ يشعر بدوار في رأسه ويشعر بمرض في جسمه ويشعر بأوهام تغزو فكره وأصوات تأتي إليه فبدأ النبي الكريم يشعر بهذه التغيرات يقال أيام معدودات حتى ان امنا عائشة رضي الله عنها تقول لهم لا تكتب عنه شيئا غير القرآن لان النبي الكريم كان امي لا يقرأ ولا يكتب ولكن حينما يأتيه الوحي يقول كلام يعجز عنه فطاحل العلماء فقالت اي كلام في السنة والحديث لا تكتبوه إلا القرآن لأنه محفوظ بحفظ الله مرت حوالي ثلاثة أيام أو أربعة أيام فإذا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأتيه الملكان فيقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه لأن النبي الكريم محفوظ بحفظ الله ومحفوظ بجنود وما يعلم الجنود ربك إلا هو ملك عند رأسه والآخر عند رجليه وبدأ يتحاوران والنبي الكريم يسمع فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل قالوا سحر فقال ومن سحره قال لبيد بن الأعصم اليهودي قال وبما طبه قال بمشط ومشاطة قال وأين هو قال إنه في بئردي داروان النبي الكريم ربنا عز وجل أراد أن يبتليه حتى إذا أي واحد منا وقع له الابتلاء لا يحزن ولا يكترد ها هو دا سيد الخلقي النبي العظيم ومع ذلك ربنا عز وجل ابتله وبين قوسين جميع أنواع الابتلاءة التي في الوجود ذاق منها النبي الكريم ذاق اليتم ذاق الفقر ذاق الظلم ذاق التهجير ذاق الحصار ذاق الإداية والحروب ذاق اتهام زوجته بالباطل ذاق طلاق بناته ذاق موت أولاده جميع أنواع الابتلاءة في الوجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاق منها الأمرين حتى إن الله تعالى تعجب من أمر هذا النبي لأنه على قدر ما يبتليه كان دائما صابر ومحتسب فأعجب الحق سبحانه وتعالى بمقام هذا النبي فجمع ملائكته وقال ما أعجب هذا النبي فنزل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا الصبر على الابتلاء جعل النبي الكريم في أعلى المراتب وهذه فكرة مهمة أيها الأحباب الكرام حينما يأتيك الابتلاء وتواجه بالصبر والاحتساب فإنك ترتقي 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 في مدارج إياك نعبد وإياك نستعين النبي الكريم حينما علم الخبر وذهب مع علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمار بن ياسر ذهبوا إلى تلك البئر المهجورة فوجدوا فيها صخرة رفعوا الصخرة فإذا بالماء قد جف وتحت التراب وجدوا مشاطة النبي صلى الله عليه وسلم وأسنان مشطه القول مشطة يالو اللي هي معروفة ووجدوا فيها عقد إحدى عشر عقدة مغروزة بالإبر هنا النبي الكريم قالوا ماذا نفعل بها نحرقها قال بل إدفنوها لم يدر النبي الكريم كيف يواجه هذا الخطر هذا السحر ما هو علاجه في تلك اللحظات جاءه جبريل عليه السلام فأنزل عليه السورتين العظيمتين المعودتين نزل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جبريل عليه السلام أول من قرأ هاتين المعودتين على النبي الكريم وكأنه يرقيه رقية من جبريل إلى النبي الكريم كلما قرأ آية إن حلت عقدة وكان فيها أحد عشر عقدة الغريب أن صورة الناس فيها ست آيات والفلق فيها خمس آيات المجموع إحدى عشر آية والساحر يضع إحدى عشر عقدة وقل هو الله أحد إحدى عشر كلمة بمننا رقم إحدى عشر هو رقم كودفين عند السحر ربنا عز وجل وضع لهم ما يبطل سحرهم فيه إحدى عشر آية خمس آيات في الفلق وست آيات في الناس المجموع إحدى عشر آية وقل هو الله أحد من فرضها فيها إحدى عشر كلمة كلما قرأها جبريل إلا وانحلت عقدة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة ووجد دهاب الألم حتى انحلت العقدة الأخيرة فإذا بالنبي الكريم يقوم بقوة ونشاط قالوا عنه وكأنما فك من عقال بحلكة مكتف فك من عقال نشطا وجعل جبريل عليه السلام يقول بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين الله يشفيك وقال كلم مثل هذا فقالوا يا رسول الله أولا نأخذ هذا الخبيث الذي سحرك فنقتله قال لا يعلم من فعل له الصنيع الساحر يعلمه هو لبيد ابن الأعصم قالوا له يرسل الله نقتله قالوا لا أما أنا فقد شافاني الله تعالى وأكره أن أثير على الناس شر لا أريد أن أخلق فتنة سيدنا النبي الكريم كان دائما يخمد الفتن كان بإمكانه أن يقول هذا الساحر وقد آذاني وأنا زعيم هذه الأمة فعلي أن أقوم بالتمتيل به ويأتي به ويصلبه ويرميه في النار ولكنه النبي المصطفى الرحمة المهدات للعالمين قد انتهت القصة أما أنا فقد شافاني الله تعالى وأكره أن أثير على الناس شر هذا سبب نزول المعودتين أيها الأحبة الكرام وقد كان النبي الكريم دائما إذا واجه مجموعة من الصحابة عندهم صعوبات في الحياة عندهم مشاكل زوجية عندهم مشاكل عائلية عندهم تغير في السيكولوجية فكان يعطيهم الدواء الأمر بدأ به أولا ثم بدأ ينشره في الأمة من ذلك كان عقب بن عامر رضي الله عنه كان دائما يعاني من صعوبات في الحياة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثله النقط قل أعود برب الفلق وقل أعود برب الناس الخبراء في علاج الأمراض الروحية وفي دفع العين ودفع السحر وفكه كلهم متفقون على أن صورة المعودتين من أقوى الصور في الرقية الشرعية ومن أهم الصور في علاج الوسواس القهري وهذه السور ممكن نستخدمها في علاج الحسد تقرأ بعد كل صلاة كل صلاة حينما نأتي من الصلاة نقرأها آية الكرسي الإخلاص والمعودتين المريض بالعين وبالسحر ولا بالحسد ولا بأي عمل سيء العلاج بسيط يقرأها عقب كل صلاة وأيضا يقرأها في الصباح والمساء لفترة لا تقل على ثلاث أيام ثم يشفى بأمر الله جل علا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من عين الجان ومن عين الإنس بكلام آخر ولكن حينما نزلت صورة المعودتان أخذ بهما وترك ما سواهما فالسنة أنك لا تبحث عن شيء آخر ما دم عندك المعودتين لا تضيع وقتك تذهب عند أناس عندهم علم غريب وأنت عندك صور من القرآن الكريم النبي الكريم لما نزت هاتين السورتين أخذ بهما وترك ما سواهما فطل هاتين السورتين عظيم ففي الحديث أبي أمامة كان عنده أمراض فقلقيت النبي الكريم فقلت له يا رسول الله خذ بيدي فقال له ماذا أصابك قال لي يا رسول الله بماذا النجاة نجاة المؤمن أنني أشعر بأنني في ضيق عندي مشاكل عندي صعوبات في الحياة أبحث عن حل قال لي يا عقبة يا ابن عامر احرص لسانك وليسعك بيتك وإياك وابكي على خطيئتك فالولو الصاوصايا لعل المشكل نفسي اجتماعي يا عقبة احرص لسانك ما اطلقش لسان ديالك إلا بذكر الله وبالكلم الطيب دع عنك الغيبة والنميمة والشتم واللعن وغير ذلك احرص لسانك وليسعك بيتك من تشوف أمور تخلطات سدهلك بابك وريح مع ولدتك وابكي على خطيئتك ما تشوفش خطايا الناس شوف راسك انت أجدرتي الناس خلي منهم الخالق دعي الخلق للخالق ثم قال له يا عقبة ألاعو أعلمك خير ثلاث صور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم قال لي ما هي رسول الله جعلني الله في ذاك قال فأقرعني قل هو الله أحد قل أعود برب الفلق قل أعود برب الناس ثم قال يا عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهم قال عقبة رضي الله عنه فما نسيتهم منت ذلك اليوم حتى أقبضني الله تعالى عمروا منساهم من هذه الوصية بيحافظ عليها نبغيناكم أيها الأحبة الكرام أيها المستمعون الفضلاء هذه الصورتين تحفظوهم بالليل وبالنهار قبل ما تناس تقرأهم ومن تفق الصباح الباكر قبل وجبة الإفطار تقرأهم وعقب كل صلاة تقرأهم وغتشوف عندك حماية ربانية ما كيش لقدر يقرب لك ولا يمسك ولا يأديك وكل من أراد أن يؤديك ربنا عز وجل يقول له بالمرصاد النبي الكريم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفت فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه أولا ثم وجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاثة مرات وسبح الله الآن في علم الطاقة كيلقوا بأن الإنسان كيكون دير بواحد الغمامة سوداء فحينما يقرأ هاتين الصورتين يجمع كفيه ويقرأ الصورتين وينفت ثم يمسح جسمه كله من الأعلى الأسفل ثلاثة مرات كيصبح عنده وحد تيار نوراني بحل قوس قزح يحميه ذلك نور الله جل جلاله سورة الفلق هي سورة مكية عدد آياتها خمسة آيات وسميت بذلك لافتتاحها بكلمة الفلق قل أعود برب الفلق أعود يعني ألجأ ألجأ إلى الله أنا لا ألجأ إلى غير الله لا إلى صنم وإلى إلى وتم ولا إلى ميت أو ضريح ولا لكوكب أو نجم ولا لأي شيء ألجأ إلى الله فقط وحده لا شيك له قل أعود برب الفلق الفلق هو انشقاق انشقاق الشيء عن بعضه فالمقصود منه قوله تعالى فالق الإصباح العرب تقول بأن الفلق هو الصبح هو أبين من فلق الصبح وأصله شاقته قل أعود برب الفلق انشقاق الصبح عن الليل وانشقاق الظلمة على النور بمعنى أن في هذه اللحظة بالضبط يقع تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النهار هذه الآيات ابتدأت بالاستعادة أعود تستعيد من ماذا؟ من شر المخلوقات هناك مخلوقات شريرة فيها الكراهية فيها الظلم فيها العدوان ومن شر ظلمة الليل ومن شر تصرفات السحرة والحساد والنممين هذا درس بليغ وتعليم نافع لحماية الناس بعضهم من بعض كنت تكلم عن الأمراض المعدية أمراض السرطان السكري ضغط الدم هذه أمراض الأجساد أما هذه تسمى أمراض النفوس وهي خطيرة جدا تحمين بأمر الله تعالى من كل الأمراض قل أعود برب الفلق أي يا محمد قل ألتجئوا وأعتصموا برب الصبح الذي ينفلق عنه الليل وينجلي عنه الظلام وسبب تخصيص الصبح بالتعود انبتاق نور الصبح بعد شدة الظلمة بحل يأتي الفرج بعد الشدة والخائف الذي يترقب تأتيه النجاة من شر ما خلق يعني من شر جميع المخلوقات من الإنس والجن والدواب والهواني ومن شر كل دي مؤد يؤدي الناس ومن شر غاسق إذا وقب يعني القمر إذا غاب والليل إذا أظلم فحينما يأتي الليل كان النبي الكريم ينظر إلى القمر فيقول يا عائشة استعيد بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب أي ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن ومن شر النفاتات في العقد النفاتات هما الساحرات ينفتنا في العقد كده الواحد العقدة كيجيبه خيط أو حبل وكيعقدوه كيعود الإنسان معقد عنده عقد نفسية ولا هي عقد روحية لابيد بن الأعصم ذلك اليهودي الساحر كان عنده بنات الخدمة ديانهم كده العقدة كيعقدوه نهار كبلهم كيعقدوه لما هو في الخدمة عقدنا للنبي الكريم 11 عقدة فلما أنزل الله عز وجل هتين الصورتين فيها 11 آية بعدد العقد فشف الله تعالى النبي الكريم ومن شر حاسب إذا حسد الحسد هو الذي يحب من الآخر زوال النعمة عليه الذي يحب أن تزول النعمة عن أخيك والحسد هو من أخص الطبائع الحسد هو أول معصية عصية بها الله عز وجل حينما حسد إبليس اللعين آدم عليه السلام وفي الأرض حسد قابيل هابيل فقتله هذه الصور العظيمة ممكن أنها تنجيك من كل شيء ومن كل أذى في صورة الفلق أما صورة الناس فقد نزلت بعدها بعد صورة الفلق ومعناها قل أعود برب الناس كالقوم أن هذه الصورة ختمها بها الله عز وجل كتابه العزيز وهذه الصورة فيها الاستعادة بالله والالتجاء إلى رب الناس قل أعود ألتجئ أستعيد أستعيد بالله وألتجئ إلى الله رب الناس ملك الناس الملك الإله الحق من شر إبليس وجنوده الذين يغون بسوستهم أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس النبي الكريم كان يعظم هذه الصورة وكأن الله يقول له يا محمد قل أتحصم وأعتصم وألتجئ وأستجير وأحتمي برب الناس رب الناس هو خالق الناس ملك الناس خصه الله تعالى هنا بأنه وربهم جميعا ثم قال ربنا جل جلاله من شر الوسواس الخناس الوسواس هو الشيطان الذي يوسوس مشتق من الوسوسة ما هي الوسوسة هي الكلام الخفي وحديث النفس نفسك تتكلم معك كتسمع أصوات في ذهنك كتعود أفكار وخلاجات نفسية تهجم عليك كتعود موسوس أبو أحدك من دار مع رأسك هذا شر داخلي والشيطان عنده قدرة على أنه يوسوس في الصدور وفي القلوب لكن ربنا سماه الخناس من شر الوسواس الخناس أي أنه يخنس يتوارى يختفي يتأخر لأنه ضعيف إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس الشيطان وجنوده وإذا غفل الإنسان عن ذكر الله عاد إليه الشيطان فوسوس له فالعصمة تكون بعدم الغفلة عن ذكر الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في قلوبهم وفي ضمائرهم وفي صدورهم من الجنة والناس أي أن هذا الذي يوسوس في صدور الناس هم شياطين الجن والإنس يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالذي يستفاد من هذه هاتين الآيتين هاتين السورتين العظيمتين أن كل واحد منا من من آدم إلا وله قريم يزين له الفواحش ولا يألو جهدا في الخيال والمعصوم من عصمه الله تعالى بذكره وقد جاء في الحديث أنه ما منكم من أحد إلا وقد وكل الله به قريم قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير المطلوب أيها الأحبة الكرام منا جميعا أننا نتعلم هاتين السورتين ونحفظهما ونحرص على أن نقرأهما في الصباح الباكر إذا قمنا في الصباح الباكر وفي المساء قبل النوم ثلاث مرات وكذلك نقرأ هاتين السورتين عقب كل صلاة ملك السيد الصلاة السلام عليكم السلام عليكم كامل البقية الصالحة نقرأ آية الكرسي الإخلاص والمعاودتين إذا واضبت على هذه الوصفة فستكون في حمى وفي غنى عن كل معالج لم تحتاج إلى معالج ستكون بإذن الله تعالى مشافا معافا لا يمسك أي أدى لا عين ولا حسد ولا سحر ولا كيد ولا ظلم ولا أي شيء تكون في حماية الله عز وجل وفي حماية من الجن والإنس والدواب والهمام فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم أجمعين ونسأل الله تعالى أن يقوي الإيمان في قلوبنا وأن يزينه في صدورنا ويجعلنا من أهله وخاصته اللهم أمين يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة